والقرآن يهدينا السبيلا ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحان أو أصيرا وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة أحبتي أسعد بصحبتكم في هذا البرنامج قيم القرآن نستخرج من القرآن الكريم قيما عاليا وأخلاقا راقيا نعم فالبشرية الحائرة بأسرها في حاجة إلى نور القرآن لتصان كرامة الإنسان ولتخرج من هذا الضنك الذي تحيا نعم العالم أجمع في حاجة بل في أمس الحاجة إلى نور القرآن ليكون الحق والعدل أساسا في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان كذلك أشرف وأسعد بصحبة عالم جليل وإمام من أئمة الأزهر الشريف فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم وبالسادة السامعين والمشاهدين شيخنا الحبيب يعني أدو الله سبحانه وتعالى ألا نحرم من وجودكم معنا في كل عام على شاشة قناة الندى وإياكم وجميع الحاضرين إن شاء الله متعكم الله بالصحة والعافية بارك الله فيه إزاكم وخيرا وبرك الله لنا في عمرك وفي علمك اللهك شيخنا الحبيب لا يزال القرآن الكريم بحرا لجيا يحتاج إلى من يغوص في أعماقه لاستخراج كنوزه الثمينة قيم القرآن نستخرج في هذا اللقاء من القرآن الكريم الإخلاص كاثر في القرآن الكريم ذكر الإخلاص آيات كثيرة قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وغيره كثير وكثير من الآيات نحب أن نعرف الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد كلمة الإخلاص في الحقيقة بإسلوب سهل جدا أذكره الآن ألا يكون في النفس ألا يكون للنفس مع الله شيء أذكر نعم فإن وقف الإنسان للصلاة مثلا لا يبتغي بذلك إلا رضى الله تبارك وتعالى وحسن السواب عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعم وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة نعم فإذا وقف الإنسان للصلاة غاب عن الوجود كله ولم يبق في قلبه إلا ذكر الله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه وطلبا لحسن السواب عنده أما إذا تزاحمت أما إذا تزاحمت المقاصد داخل قلب الإنسان يريد مثلا فلان من الناس يريد أن يقال عنه إنه لا تفوته صلاة الجماعة إنه يصلي من خمسين عاما إنه كذا لو استحضر هذه المعاني في قلبه ضاع كل شيء ولم يبق له شيء قال تعالى مخاطبا سيدا الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلا الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إذن لابد أن تصرف العبادة لله وحده لله وحده ولا ينتظر من مخلوق شيئا لأن المالك للنافع هو الله والمالك للضر لمن يستحق الدر هو الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم فالمهم الأخلاص في أقل عبارة ممكنة ألا يوجد في تفكير الإنسان غير الله نعم وطلبوا مرضاتي نعم وطلبوا حسن الختام بكون فيكون نعم غير ذلك أنت زاحمة المقاصد أو الأهداف أو العلل في القلب ضاع كل شيء وحبط العمل وحبط العمل نعم سلم يا رب ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم سلم يا رب شيخنا يعني إشكالية كثير من الناس نعم في شأن علاقتهم بالله تبارك وتعالى نعم أنهم لا يعون شفافية الطاع ولا يدركون أن الله تعالى سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قانون للإثمار نعم فسبحانه وتعالى كما جعل النار محرقة نعم والهواء النقي يعني منعشا والماء الزلال مرويا للعطش نعم كذلك ما جعل سبحانه وتعالى قربة لذاته ووسيلة لمرضاته إلا بالنية الصالحة والإخلاص صحيح فده قانون قانون نعم عاوز توصل لربنا نعم عاوز توصل لرضى الله تبارك وتعالى نعم عاوز توصل لدرجة العابد الصادق مع ربه نعم بهذا القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى نعم الإخلاص هي تصفية كما تفضلتم نعم تصفية العمل نعم من نظر المخلوقين صحيح أذكر أن علماءنا المحدثين عليهم سحائب الرحمة والرضوان نعم ومراجع سنة كما علمت هي أكثر من مائة وثمانين مرجعات وكل مرجع قد يكون عسر مجلدات قد يكون مجلدين قد يكون أربع مجلدات المهم خير كثير وبالتالي نظرا لأهمية الإخلاص والنوايا الشرعية الخالصة من كل شوائب الدنيا وكل مناغصات الحياة كل المصنفين في علم الحديث النبوي صدروا كتبهم ومصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى الله وإذا شغل الإنسان شيطانه وقال له أنت من أحسن الخلائق أنت أفضل واحد على وجه الأرض أو على الأقل في الحي أو في المحافظة أو في المدينة أو في القرية فلابد أن يكتهد قبل أن يدخل الصلاة بتكبيرة الأحرام أن يتعوز بالله من الشيطان الرجيم خمس مرات على الأقل فإن نازعه الشيطان بعد ذلك أثناء الصلاة واجعله يطيل الصلاة حتى يثني عليه بعض المشاهدين في المسجد خاصة إذا كان مسبوقا يعني واحد مثلا دخل المسجد بعد صلاة الظهر بعد الجماعة الأولى والتفت فلم يجد من يشاركه في صلاة الجماعة الثانية فدخل الصلاة مفردا لو حطر بباله أن يطيل في الراكعة الأولى أو الثانية أو في أي راكعة حتى يقال إنه يجيد الطمأنينة أو يجيد الخشوع أو يجيد كذا فقد حابط عمل سلم يا رب فالأولى هو يصلي لمن؟ يصلي لله؟ للإله الواحد المعبود ولو يا حبزة لو كان قبل تكبيرت الأحرام خمس مرات ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون خمس مرات لعل الله ينصره بحمده تعالى على قرينه أو على شيطانه لذلك أشيخنا العمل أو العبادة تحتاج إلى نية نعم الحديث النبيل الحقيقة تفضلت بذكره الآن نعم إنما الأعمال بالنيات إذن في عمل في عبادة في عبادة لابد أن تكون مبنية على نية شرعية نعم أما يعني أنا أفترض شخص سازق لا أساس عنده في التفكير فقال أنا أدي الصلاة كحركات رياضية يستفيد منها البدن فإن كان المقصد في أثناء الركوع أو الرفع من الركوع أو القلوس بين السجدتين أو في أي ركن من أركان الصلاة إن كان المقصد حتى يتقوى البدن فلا أجرى له فلا أجرى له ولذلك الحديث النية هي الرياضة النية هي الرياضة أو النية لشخص آخر حتى يقال إنه يحسن صلاة ويحسن الطمأنينة وكذا أحسنتم شيخنا من أشق الأمور على النفس الصدق في الإخلاص نعم وهذه المشقة يعاني منها عامة الناس بل وخاصة الناس لذلك يقول سفيان الثوري في قولته المشهورة ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي نعم إنها تتقلب علي لذلك النية بتتقلب النية بتتقلب يوميا كيف مر الله أعلم لكن لو استطاع أحدنا أن يدعو بدعاء سيدنا أبي باكر الحديث الموقوف على سيدنا أبي باكر رضي الله عنهم جميعا قبل ثلاث الفجر وقبل أن ينام يعني يبدأ يومه بهذا الدعاء المبارك ويختم أعماله اليومية بهذا الدعاء المبارك اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يكونون الله فإن أسنى عليه مثن حديث رائع أو مدحه مادح فيقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يكونون وقال بعض السلف رضي الله عنهم كابت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة يعني لم تخلص له النية ولم يسيطر على أهدافه أو مقاصده أو أغراضه من الصلاة أو قراءة القرآن إلا بعد جهاد طويل دام عشرين سنة الله أعجب تدريب للقلب والنفس عشرين سنة حتى لانت له في النهاية الله إذن الاهتمام بالنية يا شيخنا لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يكثر في قسمه لا ومقلب القلوب إذن هذا القلب يتقلب على الإنسان وما سمي القلب بقلب إلا لتقلبه نعم أحسنتم شيخنا من أروع ما سمعت عن وصف الإخلاص قول الجرجاني رحمه الله قال بمعنى آخر كما تفضلتم في أول اللقاء الإخلاص هو ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواء سبحانه وتعالى الله اللوح حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله وتحدث يعني خطر على قلبي الآن طرفة لسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا أنه صارع بعض المتقبرين في المصارع وبعض المسركين وكان يلقب بأنه مصارع القوم يلقب فلان بمصارع القوم يعني لا يهزم في أي حلبة أو في أي جولة نعم فتحدى تحداه سيدنا علي فاستصغره المصارع ورد أن ينصرف فأصرر سيدنا علي رضي الله عن الجميع فالمهم بدأ في الجولة الأولى فأسقطه على الأرض سيدنا علي أسقط المصارع المسرك التاني أعجب بنفسه نعم واستصغر علي رضي الله عنه نعم فعافاكم الله تفل المصارع المسرك في وجه سيدنا علي وصريع على الأرض فسيدنا علي قام عنه ودعاه إلى المصارع مرة أخرى فصرعاه وأجهز عليه فسئل سيدنا علي رضي الله عنه لماذا لم تجهز عليه في المرة الأولى قال خشيد أن يكون انتقاما لنفسه الله يعني هو مرضيش يجهز عليه في المرة الأولى حتى لا يقال حتى لا يظن ظن أن سيدنا علي انتقم لنفسه منه نعم فأراد أن يكون الانتقام خالصا لله تبارك وتعالى نعم نعم شيخنا نختم في عجالة يعني نسحب ببساطة الوقت من تحت أقنابنا الله كيف نعالج الريال الذي يقع فيه كثير من الناس دون قصد أو تعمد نعم يعني هو الناس بتبصله وتنظر إلى عمله نعم وهو يحسن العمل نعم لنظر الناس إليه كيف نعالج هذا الريال هو بطريقة سهلة جدا وطبعا فوق كل شيء نعم المولى ونعم النصير الله نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالج أنا أفترض جدلا أنه كلما قرأ في الركعة الأولى عسر آيات في الركعة الثانية سبعة آيات أو تسعة آيات أثنى عليه الناس كثيرا ففي المرة التي بعدها يقرأ في الركعة الأولى تسعة آيات بدل عسرة ويقرأ في الركعة الثانية سبعة بدل تسعة حتى يصرف أنظار المعجبين عنهم ويبدأ يومه بدعاء سيدنا أبي بكر اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لما لا يعلمون ويختم يومه قبل أن ينام بهذا الدعاء المبارك لعل الله تبارك وتعالى ينصره على النفس لعل الله تبارك وتعالى ينصره على النفس وعلى القرين وعلى أنظار المعجبين به أو المعجبين أو المحنين عليه إذن لابد أن يعلم أن الخلق لا يقدرون على نفعه ولا على ضره فلا ينشغل به فلا ينشغل بهم ولا يتأثر بالسلام عليهم وفي الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون مادحه وذامه في الحق السواء أحسن يعني لا يكتمل إيمان سين أو صاد لو قالوا فلان وحش لا يتأثر لو قالوا فلان من أفضل الناس لا يتأثر لا يتأثر وهذه درجة تحتاج إلى جهاد طويل كما قال بعض السلف كابت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة ويعلم أن علمه وفهمه وما فيه من نعمة هو محض فضل من الله تورك وتعالى وهو الذي أنعم عليه قادر أن يستبهى منك صحيح نعم شكنا الحبيب يعني لا يسعوني إلا أن أتقدم إلى فضيلتكم بكل الشكر والتقدير على هذا اللقاء بزاكب الله خير بارك وكانوا يهدين السبيلا ويمنح من تلى خلق النبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحا أو أصيلا